موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم السلاثاء الثالث والعشرين من يناير لعام الفين وثمانية عشر يضرب زلزال قوي وصلت درجته في لحظاته الاولى الى ثمان درجات على الساحل الجنوبي بولاية الاسكا في المحيط الهادئ ما ادى الى تحذير السلطات من وقوع موجات تسونامي وسط مخاوف متزايدة وكبيرة داخل الولايات المتحدة الامريكية وكندا صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية افادت ان الزلزال وقع على بعد 157 ميلا جنوب شرق ولاية الاسكا في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من يناير عام الفين وثمانية عشر تفيد التقارير المتداولة على وسائل الاعلام الاجتماعية ان الهزات شعر بها سكان الجنوب في الاسكا فضلا عن مقاطعتي سيتل وفانجوفر في الشمال الامريكي ووفقا لما اعلنه مسؤولي نظام الانذار الامريكي فان الزلزال دفع تحذيرا من موجات تسونامي الى اجزاء من الاسكا وكندا ومراقبة تسونامي لكامل الساحل الغربي الامريكي حتى اللحظة التي نتحدث فيها لم تظهر تفاصيل عن الاضرار والاصابات لكن من الواضح وفق التقديرات ان هذا الزلزال العنيف جدا بقوة ثمان درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة خليج الاسكا الواقع قرب امريكا الشمالية ووفق المعلومات المتوفرة ان الزلزال تحت عمق عشرين كيلو متر وربما يخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة وفق جهات مسؤولة بمنطقة الزلزال في وقت سابق كانت هناك توقعات فعليا بحصول زلزال في امريكا سيؤدي الى تدمير مناطق مختلفة وواسعة حيث حذر المختصون من وقوع زلزال رهيب في الامريكيتين الشمالية والجنوبية وتوقع العلماء ان الزلزال القوي سيؤدي الى حدوث موجات تسونامي ونتيجة لهذه الكارثة قد يتوفى حوالي اربعين مليون شخص على الاقل وذكرت صحيفة اكس بريس انه وفقا للعلماء سيتسبب الزلزال باضرار في امريكا الجنوبية اكثر الشيء وان المكسيك وخليج المكسيك سوف يختفي من على وجه الارض جراء هذا الزلزال وان الصين واليابان ومنطقة البحر الكاربي سيتكبدون خسائر ضخمة وقد وجهت تحذيرات الى الولايات المتحدة الامريكية وكندا من هذا لكي تتخذ البلاد احتياطاتها في حالة حدوث زلزال على نطاق واسع وتوقع مسؤولون امريكيون ان هذا الزلزال سيحدث قريبا وربما في بدايات عام الفين وثمانية عشر وهذا ما يقع اليوم تساءل البعض اين سيحدث زلزال القرن وفي دراسات نشرت في مجلات علمية قال العلماء ان كل التقديرات تشير الى ان الهزات التي ستضرب المناطق المختلفة في امريكا ستكون قوية جدا حتى ان اقلها سيبلغ ثمان درجات وعوضح العلماء ان الزلزال الذي سيضرب المنطقة من امريكا الجنوبية والذي بات من الواضح انه بدأ بالفعل سببه انزلاق الصفيحة الصخرية نازكا تحت الصفيحة الصخرية لامريكا الجنوبية بسرعة تصل الى ثماني سنتيمترات في العام بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم وعرقلة الاحتكاك الصخري بين الصفائح القارية والتي تحصل في منطقة سانتا جو والتي تحصل في منطقة سانتيا جو تحديدا تؤدي لغوص القشرة المحيطية هناك بمعدل اربع متر كل سبعين سنة ما قد يتسبب بنشوب زلازل تؤدي لغوص القشرة المحيطية بمعدل اربع متر كل فترة من الزمن ما قد يتسبب بنشوب زلازل قوية ومدمرة واكدوا ان احتمال حدوث الزلازل في تلك المنطقة وصل الى ثلاثة بالمئة عام الفين وسبعة عشر اي اكثر بمرتين او ثلاثة من الحد الطبيعي واحتمال حدوث الزلازل يتزايد هناك مع مرور الزمن وتوصل العلماء انه بعد سنوات من الدراسات الجيولوجية التي اجروها في منطقة امريكا الجنوبية وبعد مراجعة نتائج الزلازل التي ضربت مناطق مختلفة منها تشيلي عام الفين وخمسة عشر حيث وصلت شدته الى ثماني درجات بمقياس رختر يذكر ان اقوى زلزال سجل في تاريخ البشرية هو الزلزال الذي وقع في تشيلي عام الف وتسعمائة وستين في منطقة تبعد خمسمائة وسبعين كيلو متر عن عاصمتها سانتياغو حيث وصلت شدته حينها الى تسعة ونصف درجة على مقياس رختر ولكم ان تتخيلوا ان الانباء الاولية التي تتحدث عن هذا الزلزال المدمر في امريكا في بدايته وصل الى ثماني درجات على مقياس رختر يذكر ان خبراء الزلازل اكدوا ان الايام القادمة ستشهد زلزالا شديدا سيدمر الولايات المتحدة الامريكية وهو خبير الزلازل المشهور كاثرين شالدز حذر من احتمال وقوع زلزال شديد في الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات المقبلة حسب رأيه فان الولايات المتحدة مهددة بوقوع كارثة طبيعية تتسبب بمقتل الاف الاشخاص وتجبر الملايين على البحث عن مسكن جديد في مناطق اخرى يذكر ان صدع سان اندرياس الذي هو صدع متحول وطوله 1300 كيلو متر ويقع بين الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وشمال الولايات المتحدة يمر على امتداد ساحل كاليفورنيا واكتشف قبل عشرات السنين فقط وتقع شمال هذا الصدع منطقة انضغاط الصفائح ووفق رأي شالدز في حالة تحرك هذه الصفائح بالنسبة لبعضها البعض سوف يسبب حدوث زلزال شديد قوته 8 الى 9 دراجات حسب مقياس الاختر يثق الخبير ان هذا الزلزال سوف يقع عاجلا ام ااجلا وانه سوف يسبب حدوث تسونامي كبير يقضي على حياة الكثيرين فهل توقعه بدأ بما نراه الان وما نسمعه من اخبار عاجلة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من يناير وما الذي ستحمله الايام القادمة من بداية عام 2018 وهل سيحدث فعلا تسونامي كبير يقضي على الحياة الكثيرين قريبا يضيف الخبير ان مدنا يبلغ مجموع عدد نفوسها اكثر من سبعة ملايين نسمة ستقع ضمن منطقة الزلزال ولكنه لا يتمكن من تحديد موعد معين لوقوع الزلزال عندما توقع هذا فقال قد يحدث غدا وقد يحدث بعد عشر سنوات الا انه يؤكد على انه سيقع قريبا المثير ان السلطات الامريكية كانت لا تعير اي اهتمام لهذه التحذيرات ولا تحرك ساكنا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السكان بحجة عدم رصد اي هزات ارضية في المنطقة واخيرا تبقى الساعات والايام القادمة مليئة بالاحداث خاصة اذا ما تابعنا ما تذكره هيئة المسح الجيولوجي الامريكية التي تؤكد ان زلزالا بلغت قوته ثمان درجات بدأ في شرق تشيناك في الاسكا على عمق 20 كم في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من يناير لعام 2018 فهل سنرى في الايام القادمة اثارا لهذا الزلزال وهل سنشهد تسونامي جديد وما الذي يحمله من نتائج على الولايات المتحدة الامريكية هذا ما سنعرفه في الايام القادمة اذا اعجبكم موضوع اليوم في قناتنا فلا تدخل بالاعجاب والاشتراك معنا يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة